ما يخص تذكر المونديال لمساندة الفريق الوطني وتنقلت من مختلف ربوع بقاع العالم ليس غير من المغرب لتساند الفريق الوطني وهذا حق طبيعي أكيد أنه من رجعش للتفاصيل تعالبيعة التذاكر المونديال اللي عنده واحدة مصطرة معينة توقعات تعالج مهور المغربي كيف كانت توقعات الرياضية بشكل عام أن الفريق الوطني ما غادش يخطك المسار الناجح والوصول انتعول دور النصف النحي تقامت مجهودات استثنائية في عين المكان باش تعطى أكبر عدد من التذاكر للجمهور المغربي وفي بعض المباريات تجاوزت 15 و 16 ألف تذكيرات اللي ما نرجعش للتفاصيل كين بعض الأشخاص استعملوا هاد أو انتهزوا هدي الفرصة ومارسوا نشاطهم اللي مول في انتهي مارسوه واللي هو الاسترزاق والاسبريدورانت يعني أي حاجة الاستفادة من كل الظروف حتى الظروف اللي تتكون صعبة وفيها الازم فتنحنا تحقيق داخل الدواليب انتعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدى في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك وتوصلت بتقرير كله يجمع على أنه كانت مجموعة من الاختلالات وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلالات فتحة بالموازات مع ذلك فتحة حقيق قضائي ما زال مستمرا انتم تتعرفوا دشعوبة انتعوا ان هذه الدوائر هي اكتر اتساعا مما كنا نعتقد والنتائج انتعوا غدت توصل في المراحل القليلة المقبلة والاجراءات اللي كنا نعلنها هي التي ستتم بكل وضوح وبكل شفافية نهاية المسار نتعى النشاط الرياضي لكل من سوى لتلفه نفسه ان يتدخل بشكل او اخر في هذه العمليات التي لا تموت الاخلاق الرياضية بصلاة ولا للوطنية بصلة وبطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها وعن لائحتها بكل وضوح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة